يا كنيسة قومي وانهضي يمكن هذا عنوان ترنيمة مشهورة نسمعها دايما والغرض من هذا العنوان هو أن نستيقظ وأن نقوم وفعلا أن ننطفد من السبات ومن طبعا ننطفد من كل ما فيه روح عالمية في حياتنا ونركز أنظارنا على يسوع المسيح وفعلا نخدم الرب ونعمل كمؤمنين حقيقيين للرب يسوع المسيح في كنيسة المسيح أحبائي ما في شيء اسمه مسيحي سطحي ولا مسيحي أصولي ولا مسيحي عقائدي ولا مسيحي اسمي أو مسيحي اسمي لكن في كنيسة المسيح هي إما أنت تكون مؤمن أو غير مؤمن حتى لو كل عيلتك قساوسة أو كهنة إذا أنت مش مؤمن بيسوع المسيح فأنت غير مسيحي قوعك تفكر أنك أنت بتشتري السماء أو بدك تروح على الحياة الأبدية على أساس عقيدتك أو طايفتك أو خلفيتك لأنه عندك كده شخص بخدم الرب في عيلتك إذا أنت ما صمنتش إذا أنت ما اخترتش يسوع المسيح عن قرار عن وعي تقول أنا بشكر رب من أجل الآباء والأجداد بشكر رب من أجل كنيستة اللي عرفتنا على الإيمان بشكر رب من أجل خدماتها المتنوعة لكن أنا بدي أشكر رب اليوم لأنه اليوم أنا بدي أصمم أتبع الرب يسوع المسيح أتبع بلا رجوع وبلا أي قيد ولا أي شرط أتبع يسوع بلا رجوع فالإشكال أحبائي هو ليس إشكال محلي فوضع الكنيسة عالمياً وأنا بتكلم بشكل عام